بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي نلتقي اليوم مع حل اختبار منتصف الفصل الأول من الدروس من الدرس الأول وحتى الدرس الرابع فتعالوا معا نقوم بحل هذه الأسئلة السؤال الأول سم منزلة الرقم الذي تحته خط في كل مما يأتي ثم اكتب قيماته المنزلية إذن نريد أن نسمي منزلة الرقم الذي تحته خط ثم نكتب قيماته المنزلية لو نظرنا إلى هذا الرقم رقم أربعة سنجده في خانة البلايين فإذا قمنا بعدد الخانات هذه خانة الأحد ثم العشرات المئات الألاف أحد الألاف عشرات الألاف مئات الألاف ثم أحد الملايين عشرات الملايين مئات الملايين ثم أحد البلايين إذن منزلة هذا الرقم هو أحد البلايين وقيمته هو أربعة بلايين ورقم أربعة بلايين نلاحظ أنه أربعة وأمامها تسعة أصفار رقم إثنان نريد أن نسمي منزلة الرقم خمسة في هذا العدد ثم نكتب قيمته المنزلية إذا بدأنا من السبعة وهي في خانة الأحد ثم ثم ثمانية في خانة العشرات ثم الواحد في خانة الألاف عفوا في خانة المئات ثم الثلاثة في خانة أحد الألاف ثم سنجد أن الخمسة في خانة عشرات الألاف إذن الخمسة في خانة عشرات الألوف وقيمته أو قيمة العدد خمسة أو الرقم خمسة هي خمسون ألف لأنه في خانة عشرات الألوف ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث اختيار من متعدد في أي من الأعداد التالية القيمة المنزلية للرقم 6 تساوي كما نرى هنا 60 مليون هذا الرقم 60 مليون نريد أن نعرف في أي من الأعداد التالية قيمة الرقم 6 هي 60 مليون فننظر إلى العدد الأول فسنجد أنه في خانة أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف إذن ليس هذا الرقم ننظر إلى الرقم في باء فنجد أن الرقم 6 هنا في خانة غير خانة الملايين فهنا أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف هنا الستة في خانة الملايين إذن الإجابة الصحيحة هنا في أحد الملايين ولكنه 60 مليون إذن هو في خانة عشرات الملايين في خانة عشرات الملايين إذن الإجابة الصحيحة هي رقم جيم حل السؤالين أربعة وخمسة بالاستفادة من الرسم البياني أدنى والذي يمثل توزيع السكان في ثلاث مناطق إدارية في المملكة العربية السعودية لعام 1437 للهجرة نجد هنا أن الرياض تعداد السكان فيها أو توزيع السكان فيها ثمانية ملايين ومائتين وستة عشر ألف ومائتان وأربعة وثمانون والمدينة المنورة اثنان مليون أو مليونان ومائة واثنين وثلاثين ألفا وستمائة وتسعة وسبعون أما المنطقة الشرقية فنجد أنها أربعة ملايين وتسعمائة ألف وثلاثمائة وخمسون وعشرون تعالوا معا نقوم بحل السؤال الرابع نريد أن نكتب عدد سكان منطقة الرياض بالصيغتين اللفظية والتحليلية بالصيغة اللفظية أي كتابة العدد بالحروف فيكون الصيغة اللفظية له ثمانية ملايين ومائتان وستة عشر ألفا ومائتان وأربعة وثمانون هذه الصيغة اللفظية لعدد سكان منطقة الرياض أما الصيغة التحليلية فتكتبها كذا أربعة جمع ثمانون جمع مائتان ثم جمع ستة آلاف ثم جمع عشرة آلاف ثم جمع مائتي ألف ثم جمع ثمانية ملايين هذه الصيغة التحليلية لهذا العدد السؤال الخامس أكتب عدد سكان منطقة المدينة المنورة بالصيغة اللفظية وكما ذكرنا أن عدد سكان المدينة المنورة مليونان ومائة واثنين وثلاثون ألفا وستمائة وتسع وسبعون مليونان ومائة واثنين وثلاثون ألفا وستمائة وتسع وسبعون السؤال التالي قارم بين العددين في كل مما يأتي مستعملا العلامات أكبر من علامات المقارنة أكبر من وأصغر من ويساوي فنجد أربعة وثمانون وتسعون فنجد أن أربعة وثمانون أقل من تسعون فنضع علامة أصغر من إذن أربعة وثمانون أصغر من تسعون هنا خمسمائة واثنين وأربعين وخمسمائة وأربعة وعشرون ننظر هنا في خانة المئات نجد الخمسة والخمسة في خانة العشرات نجد هنا أربعة وهنا اثنان إذن 542 أكبر من 524 السؤال الثامن 925 و1024 نجد هنا في هذا العدد الأول ليس هناك خانة آلاف ولكن هذا العدد به خانة آلاف إذن 925 أصغر من 1024 السؤال التاسع 6132 و6231 نجد هنا أن خانة آلاف نفس الرقم 6 ولكن هنا خانة المئات في هذا العدد 2 بمئتين وخانة المئات هنا 1 بمئة إذن 6132 أصغر من 6231 ننتقل بعد ذلك أعزائي التلاميذ إلى السؤال العاشر هذا السؤال يقول في عام 1428 هجرية بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام 2 مليون أو مليونان و454 ألفا و325 حاجا بينما كان عدد الحجاج في عام 1434 هجرية هو مليون وتسعمائة وثمانون ألفا و249 حاجا في أي عام كان عدد الحجاج أكبر ننظر هنا إلى خانة عفوا خانة الملايين وهي الخانة الأولى من ناحية الشمال فنجد خانة الملايين في عام 1434 بها واحد أما خانة الملايين في العام 1428 نجدها اثنين إذن عدد الحجاج كان أكبر في عام 1428 هجرية السؤال الحادي عشر اختيار من المتعد ما الكسر العشري الذي يمثل الجزء المضلل في الشكل أدنى لو نظرنا إلى هذا الجزء نجد أن العمود الرأسي به عشرة خانات أو عشرة مربعات والعمود الأفقي به أيضا عشرة مربعات إذن مجموع المربعات هنا مئة لو قمنا بعد الجزء المضلل سنجد كل عمود به عشرة فإذن عشرون ثلاثون أربعون خمسون وهنا سبعة إذن العدد المضلل هو سبع وخمسون من المجموع الكل مئة إذن الإجابة الصحيحة هي باء وهي سبع وخمسون من مئة هذه هي الإجابة الصحيحة للجزء المضلل ننتقل إلى السؤال الثاني عشر مثل كل كسر مما يلي واكتبه على صورة كسر عشري واحد على عشرة هذا يسمى كسر اعتياد أعزائي التلامي أي واحد من العشرة واحد على عشرة أي واحد من العشرة يكتب على صورة كسر عشري بهذه الطريقة واحد من العشرة خمسون وثمانون على مئة أي خمسون وثمانون جزءا من المئة أي تكتب هكذا خمسون وثمانون من المئة السؤال الرابع عشر أيضا نريد أن نكتب هذا الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري أربعمائة واثنان وتسعون على ألف تكتب أربعمائة واثنان وتسعون من الألف خمسة عشر تسع وثلاثون على ألف أي تسع وثلاثون جزءا من الألف فتكتب بالصورة العشرية هكذا تسع وثلاثون من الألف ونضع في هذه الخانة صفر لأنه لا يوجد رقم في هذه الخانة السؤال السادس عشر اكتب أربعة أجزاء من مئة على صورة كسر عشري أربعة أجزاء من المئة إذن نكتبها هكذا أربعة من المئة بهذه الطريقة نضع في خانة في خانة الواحد من العشرات صفر وفي خانة الواحد من المئات أو في خانة المئات جزء من المئات نضع أربعة فنقرأها أربعة من المئة أي أربعة أجزاء من المئة السؤال السابع عشر اكتب ما الفرق بين العددين مئة واثنان واربعون من ألفا عفوا مئة واثنان واربعون ألفا والعدد مئة اثنان واربعون جزءا من الألف نريد الفرق بينهما الفرق بينهما يا عزائي التلاميذ يتضح في أن المئة واثنين واربعون ألفا تكتب هكذا بالصورة القياسية مئة واثنان واربعون ألفا بينما مئة واثنان واربعون جزءا من ألف تكتب هكذا مئة واثنان واربعون جزءا من الألف والفرق أيضا أن الألف والأجزاء من الألف يختلفان في القيمة المنزلية يختلفان في القيمة المنزلية هكذا نكون قد أنهينا حل اختبار منتصف الفصل الأول أوقاكم على خير بإذن الله مع الدرس الخامس وهو بعنوان مقارنة الكسور العشرية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار بالدروس الجديدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته